يعني مثلاً بين القصص الكثيرة مرة من المرات كان في أغنى كان في أجواء ماطرة ونزلنا من السيارة في الأدغال نزلنا من السيارة من أجل أن نقضوا حاجة ولا نشروا حاجة ناكلها فاكتشفنا يعني من كثرة الأمطار اكتشفنا يعني كوخ كوخ صغير كوخ كان طويل وكان موجود في الصور دخلنا تخبينا في هذا الكوخ فاكتشفنا بأنه في ألواح في الصف الأرض خشاب وفي صبورة مصنوعة من الجبس الجبس هي ملسا ففي الأخير القيد تعنا قالنا أنتم في مدرستي هذه القرية لكن لا يوجد تلميذ سألنا أين التلميذ قالوا التلميذ يدخلون في عطلة كلما سقطت الأمطار بكثرة بغزارة لأن هذه المدرسة تحول إلى بيرك مائية بتلك الليلة تأثرنا بالموقف فلم نستطع أن نمر الموقف حق ذلك والحمد لله كما ترون في هذه الصورة أظن كانت هكذا وتحولت بعد سنة فقط الصورة اللي بعدها تحولت إلى مدرسة مشاهدوها الآن مشاهدوها الآن على الصورة تحولت صورة المدرسة هذه كانت من قبل كما كانت وتحولت هكذا فبنية مدرسة والحمد لله يدرسوا فيها عشرات والمائة يوم في هذه المنطقة تحية لكم تغيرت صورة المدرسة وأنتم نوون على تغيير ليس فقط صورة المدرسة ولكن صورة القرى الإفريقية ككل تترسخ في أذهان العالم أنها قارة المجاعة أنها قارة الفقر رغم أن هناك العديد من المقاصد السياحية بامتياز تتفوق حتى على مقاصد أوروبية